وقد يكون الإنسان يلتكت عمداً لكنه غير قاصد لأنه بيعتبر الشيء لعب ساكد وقد يلتكت إلى الشيء سهواً أي بدون فكرة وبيكون مستغرق في الشيء وقاصد هذه أشياء قد تكون متضاربة متناقضة مراد الشيخ ولو خطرت لي في سواك في واوهن ولو خطرت لي في سواك في غيرك إرادة والإرادة هي القصة المقترن بالعزم واوه أو ما يسمى بسبق الإصرار مع الترصف فهما الكلام هذا لو أن ابن الفارس خطر بطلبه خاطر إرادة سوى الحق تبارك وتعالى إرادة سوى الحق تبارك وتعالى ولو صحواً لحكم على نفسه في الردة لماذا؟ لأنه لا يرى ودوداً للسوا فكيف يخطر السوا بقلبه لأن السوا غير مودود والسوا له غير مشهود السوا في قلبه غير مودود وفي نفسه غير مشهود فهو مع واجب وجود الحق تبارك وتعالى يراه قبل كل شيء وبعد كل شيء وليس سواه شيء في هذا المشهد الذي تتلاشى فيه الأغيار وتنطوي فيه جميع الآثار لا يخطر على القلب السوا إطلاقاً فهو صادق في قوله ولو خطرت لي في سواك إرادة لو أردت سواك ولو عن طريق السهو بأن اعتقدت ساهياً وجود غيرك بعد من ذلك تمكنه في الفناء التام والمعرفة ولو خطرت لي في سواك إرادة سهواً سهواً ولو خطرت لي على خاطري إرادة في سواك سهواً حاكمت بردتي مفهومز الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام أنه لا يرى الأغيار فلا يقفدها ولا يريدها لأن المعدوم لا نراد والمعدوم حقيقةً هو الذي لا أثر له ولا فعل له والموجود حقيقةً هو الذي له فعل وله أثر والله قال والله خلقكم وما تعملون معناه أن الدنيا كلها ليس فيها إلا فاعل وهو الله وفعل وهو الأشياء والفعل لا يفعل لأن الفعل غير موجود لأن الفعل متأثر بالفاعل فالأشياء كلها معدومة والموجود هو الله وحده لا شرك له ففي هذه الحال لا يمكن ولا يتأثى بل يستحيل إرادة السوا أو طلب السوا أو قصد السوا فمن هنا صدق الشيخ قوله وَلَوْ خَطَرَتْلِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ عَلَى قَاطِلِي سَهْوًا حَكَمْتُهُ أو قَضَيْتُهُ بِبَعْضَ الْدِوَايَاتِ بِرِدَّةِ إِلَى الْكَلَامِ ثم الكلام هذا الله يوفقنا فهو في مقام التحقيق والتمكين وليس ذلك من الشفحات أما اعتبار وجود السوا عند الأولياء التي جوفها مثلاً فهذا بمعنى وجود لأن مات ولي يرضى بأن أي سبب من الأسباب أو علم من العلل تنفع أو تضر أو تسوي أو تفعل ما فيه لأنه فعلاً بحث ولي ما فيه حتى الإمام السنوسي رحمه الله في علم الكلام وصل به الأمر إلى اعتقاد أن من قال إنه زبحت دجاجة بالسكين يعتبر بحث فأن هذه الدجاجة لا تمكن لأنها زبحت بالسكين ولم تذبح بالله شاهد كم؟ أيوة إنه عنده لو زبحت بالسكين يبقى خلاص تأكلها ليه؟ ما فطستها ماذا؟ انت اعتقد وجودها وانت محاسب على الاعتقاد محاسب على اعتقاد وجود هذه الأشياء فإذا اختفى وجود هذه الأشياء في شهودك فهذا هو المطلوب منك أما كونك تصل لدرجة أنك لا تراها غير موجود تصواقاً لأن وجودها مرتبط بوجودك وفي ظرفك انت فيها ولكن انت في نفسك المهم انت في نفسك لا تشكر إذن عدم شهود الوجود هو عدم الوجود كما أن شهود وحدة الوجود هو وحدة الوجود فهمت كلام هذا؟ يعني وحدة الشهود هي وحدة الوجود فهمت كلام هذا؟ وعدم شهود الوجود للموجودات هو نفيها وإثبات الحق تبارك وتعالى الواحد، الأحد، الفرق، الصمت، الفعال لما نريد الذي لا يشركه أحد في شيء وعندما الكلام هذا؟ فالشيخ يعني لا يتكلم كلام عادي ولكنه في نفس الوقت لا يتكلم كلام عام عشان يكون واجب على كل إنسان فالشيخ الثانوسي عندما يقول كان نارض بحث الجدادة بالسكين الجدادة لا توكل في نظر بعض الناس كلامه صحيزة كان النادم دعتقد أن السكين هي اللي ضبعها الدرجالة معرض الكلام هذا؟ أو مثلا انتقد أن السكين لتطبع مثلاً بقوة مدع فيها أو بطبيعتها كما الثلاثين يعتقلون ولكن الشيخ يقول ليه عندما تضع السكين على الدرجال وتريد مجرد تريد ذبحها الله يزبحها ويقول الفعل وقتها عندها لا بها عند السكين ولكن ما بالسكين وكم الكلام هذا؟ ربنا يوطف ما فينا هذا المشيل من الشغول لا شيء إلا لما لمشي نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما جكلم الرسول عليه الصلاة والسلام لألوم يدريك أنها رقية اقتسموا واجعلوا لي سهماً معه وسموا أنا كمان جيبوا لي إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله والحديث طبعاً في البخاري وهي معروف هذا الحديث قصة الصحابة هي أساس الرقية الرقية هي علاج المريض بما هو معلوم مفهوم المعنى مثلاً أدعية من القرآن أو أدعية من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو أدعية من تراكيب الصالحين لكن هي بلغة مفهومة حتى لو كانت بلغة غير عربية يكون بالنسبة للناس اللي يفهموا اللغة التي يعني معناها مفهوم ليس فيها شرك وليس فيها يعني مثلاً كفر وليس فيها شيء فإذا عالج الإنسان وداوى مريضاً أو ملسوعاً أو ملزوغاً أو مصاباً بأذى إذا داواه بشيء من المذكور دا وقعطي شيئاً فإن ما قعطي له حلال ليس فيه شيء من الحرام وأنه يستحقه ويجوز له أخذه عربنا الكلام هذا وهذا هو مذهب الإمام مالك بل وهو مذهب الأئمة الأربع كلهم ومذهب جميع علماء المسلمين من المحدثين وللاطمئنان على لا تزداد الذنوب وتنكشف الرزائل والعيوب أنا دائر الإقوان ما ينشغل بالحاجات بالحاجات دائماً صحيح الإنسان إذا شاهد شيء ما بيأرفع لازم يسأل منك ولكن المطارحات هي يعني ما له إفادة في طريق القوم لكن هانا شرح له معنى البيتنا بذكر الله تزداد الذنوب وتنكشف الرزائل والعيوب لأنك إذا ما ذكرت الله فالعيوب والذنوب والرزائل والعيوب كلها الأشياء قويسة ما عندها أي عيب هذه الأشياء بتكون عيب عندما تذكر الله وتجيبها عندما تذكر الله تتيقص وترجع لربنا تبارك وتعالى وقتها عيب العيوب وعيب الزنوب تظهر لك وعيب الرزائل كلك بظهر لك هذا معنى البيت أي ببركة ذكر الله عيوب نفسك وذنوبه ورزائل كلهم بتكشف له وتأخذ في علاجها هذا معنى واحد بذكر الله تزداد الذنوب لأن الإنسان الذي يذكر الله معتقد أنه موجود واعتقاد في نفس الوجود من تليل على كل العيوب مفهوم الكلام هذا؟ نعم 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 وما دمت موجود فأنت واقف مع سيو الله تبارك وتعالى وذكرك لله تبارك وتعالى من الأشياء التي تزيد ذنوب والداء وجه واحد وترك الذكر أفضل كل شيء أي كونك مع الله بحيث لا تحتاج إلى ذكر أفضل لك من أن تكون تنسى الله ثم تذكره وذكر ربك إذا نسيت شمس الزاكي ليس لها مغيبه حين تعتبرها غيوبه لكن كلاك لا ليس لها غيبه هذا هو الأفضل ليس لها غيابه أو مغيبه وليس غيوبه معروس ان تكون هذا معنى الكلام الشبعان لا يحتاج إلى الأكل كل الشبع ترك الأكل ما دم تفتاكل من العيب كده ولا لا تخل الأكل هو أفضل أنواع الشبع كلها الإيتان يأكل فيقول أن الشبعان ذاً ليس شبعان الشبعان الحقيقي هو اللي خل من الأكل من شان الشبه لا شبعان ولا ما شبعان كذلك الإنسان اللي قط ما نسي الله وهو معاه وغائف مع الله عن نفسه وعن نسيانه ده تركى نذكر اللي هو حناءة الله تبارك وتعالى ده أفضل كل شيء وشمس الزاتي عشان شمس الزات ما عندها مغيب ولا عندها غياب ولا عندها اختفافة بتنسي كيف ممكن تنسى نفسك لكن بتنسى الله كيف لأن الله ما غاب لأن الإنسان بينسى الشيء اللي غاب منه فالبيت معناه تبدأ التفسير بكده وتبدأ التفسير بكده ذكر الله بي تزداد معرفة الزنوب بذكر الله تزداد معرفة للزنوب نفسك وعيوبها ورضائلها لأن كما ذكرت الله ده في الغفلة عن نفسك وعن دينك وعن إيمانك كله في الحالة بالزنوب ما لها لأي عيب حينك لأن انت بفتشان شو إذا كان فينا البجر من الزنوب اللباد ومنها بتهيب تطعهن كدارضانهم ده شوادين كماني داتين كهم دستين عليهم وشاهدين أصال الدور الزنوب فتشوها كده ولا لا لأن الزنوب عنده حاجات كويسة عندما يفكر الله ويتوب ويرجع لي ساعتها عيب الزنوب وخصة الزنوب ودناءة الزنوب ونزالة الزنوب بتظهر ليهم وابتعى بخذرها ما رفت الكلام هذا فالإنسان ما بذكر ربنا إذا مانس ربنا هذا معناه وترك الذكر أفضل كل شيء معناه الذكر الدائم أفضل من الذكر المتططع كونك مع الله تبارك وتعالى دائما بلا ذكر أفضل من أن تكون مع الذكر بلا الله ما أتكلم المتططعين؟ هايوا أكد لي في الأخير كبولي وشمس الزات وهي ذات الله تبارك وتعالى دي ذات ربنا تبارك وتعالى من الشمس لا يبقى معها نجم ذات ربنا لا يبقى معها غير كما أن الشمس لا يبقى معها نجم مفهوم الكلام هذا فإذا كانت ذات الله ظاهرة ليك مثل ظهور الشمس ليك دا إطلاق مبت الفكر معها النجوم وقال في يوم من الأيام هل يمكن أن تدخل أن يدخل لا يجوز الاستبدال في الحمام أو تنام عليها الورقة إذا كان مجلدة الحرث إذا كان مجلد محروض يعني مخيط لي في في جلد بجزلك تقل به في الحمام بجزلك تقل به وما في شيء مثلا أفضل إنك في الأماكن الزيدي تعظيما لإسم الله يمكنطلها لكن شرعا فقها ما يعني بشير مفهوم الكلام دا؟ ها ها الشريعة الإسلامية إذا كان في بلد مثل البلدان بتاعنا دي إذا إنسان أقام شهادة الزنا على الزاني بآلة الفيديو يعني بآلة التصوير إذا هي الفيديو البلدان دي لسه الأمر ما تقدم وتطور فيها بجوز وإلا ففي بلدان ممكن يعني تصوير رجل مع امرأة مع أن بيناتهم مسافة طويلة وبعيدة مات شي بربط بيناتهم ممكن جدا هذا شي ما تقدر تعرفه إلا لما تشوفه حصل بين في يوم من الأيام ونحن في جدة جاعدين في فندق يسموه فندق رايا جاعدين نتنفطر ولا نتتغدى نسيه بالضبط إما فطور وإما يعني مسألة عشب في ناس جاعدين على كراسي مختلفة لجينا الرجل جائد كده ووشها كده ومرأة في كرسي تاني جاعدة ووشها كده جدا بيننا وبينهم في شوافة ظهرهم الاثنين كلهم جاعدين على طربيضة واحدة كيف المرأة اللي هناك والراجل اللي هناك جاعدين حتى نحن كان أنا معتقد أنه مرتك ما خطر ببالنا أنه غير والرجل بنعفى لأنه قلنا ممكن جابه مرتك صورت مع المرأة ماشيين بياكله وكل شيء وشرب على طلبه واحدة نحن طبعا خلصنا قبلهم وقمنا 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 فشكت فشكت قاعد واحدة على الكرسي رجعني وقيت ثاني بشيفهم نفس الحكاية لما درت ورا الشوافة لقيت المرأة اللي كانت معه جوجها ونوجع رجل آخر ففي أشياء كتيرة بتحصل في أوروبا الإنسان لا يقيم الشهادة بسبب الصور الفوتوغرافية اللي بيأخذوها دي لأن الأشياء اللي هسا انت بتشيفها مثلا في صورة الفيديو بيوت بتلهدم وإنسان يقع من مسافة طويلة هذه كلها أشياء بيعملوها ربما البيوت اللي بتتهدم بيقولها ما بيكون تشعروا ولكن بيكبروها دي بيديوها صورة كبيرة خالص انت تشوفها صورة كبيرة بيت كبير اتهدم وحريقة قايمة ونار وجري وتصفير وحاجات لكن كلها بيسموها الألعاب السحرية اللي هي السينمائية معروفة يعني أما إذا كان ثبت في مثل بلادنا دي لسة الأشياء اللي ما وصلت إذا إنسان ضبط إنسان يعني ضبط شخصين متلبسين بزنب الزنا وقدمهم للمحكمة يجوز للمحكمة إذا القاضي رأى أن الدليل ده كافي يقدر يقيم عليهم الشهادة مفهوم الكلام هذا هذا فيه تحفظ لأن الله